اليوم سوف نتعرف على طريقة كيفية حل المشاكل الخاص بك على تطبيقك الخاص شات جي بيتي يعني سوف تقوم بحل جميع المشاكل التي تعاني منها من خلال تطبيقك الخاص يكفي فقط أن تأتي إلى الأعلى تضغط على ثلاث نقاط هنا ثم تأتي إلى الهيستوري تضغط عليه وبعدها سوف تقوم بمسح شات جي بيتي هنا يعني في نافذة الهيستوري هنا ثم وبعدها سوف تقوم بالدخول يعني الخروج من النافذة وإضافة يعني والدخول من جديد لكي يقوم بحل مشكلتك على تطبيقك الخاص شات جي بيتي وهنا نكون قد قمنا بالتعرف على هذه الطريقة الخاصة هنا نتمنى هنا أن تكونوا قد استفدتم منه لا تنسوا الشراك والضغط على الزر لايك ونلتقي في فيديو آخر إن شاء الله اشتركوا في القناة